لغة تعبيرهم وطريقة تواصلهم مختلفة عننا ونحن علينا أن نعلمهم أسلوبنا سببان كناحة في زيني لزينب لتأسيس مدرسة لمصابي اضطراب التوحد تهدف من خلالها إلى مساعدتهم على الانتماج بالمجتمع في ظل غياب كلي للأجهزة الحكومية هلأ نحن الصعوبات هي من قبل الوضع الاقتصادي وهلأ كيف أضعف وأضعف وأضعف التكلفة للعلاجات عادة للتوحد مكلفة جدا 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 في عنا العلاجات السلوكية لحس حركة نطق وانشغالة بالإضافة للأصص مهنية ولا أكاديمية لندمج للولاد بالمجتمع البرامج الأجنبية المستوردة لا تتطابق والواقع اللبناني فمعاييرها لا تعتمد على دراسة المجتمع المحلي إضافة إلى غياب الأسس التوجهية والتثقيفية للأهل والمحيط ما يسبب عنصرية في السلوكيات تجاه المصابين بالتوحد وتحتى يصير فيه متابعة مظبوطة بده يكون فيه أبحاث يعني بده يكون فيه دراسات معمولة تحتى على أساسها ينعمل منهج متابعة ساعتاً نحن نعرف أن الولد إذا الأخط الأجنبية أقوى شو بده ينشغل كيف بده ينشغل هو لي كمان عنا فيه النقص التكاليف البغضة أساساً التي تتطلبها العلاجات الطويلة المدى والتي كانت تستنزف مقدرات الأهالي زادتها جرحاً الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان فباتوا يقفون عاجزين أمام واقع مريض لا يلحظ حاجة وخصوصية أولادهم تماماً قبل هذه الأزمة موضوع التوحد أصلاً الأهل هو شيء كتير مكلف لأن أساساً نحن الدولة ما بتهتم بأولادنا أو مش أصلاً مش متطلعة فينا فهي الأزمة زادت لعب علينا لأنه نحن سبنا بمحال لأنه فعلاً لحال الأهل اللي عندهم ولد ما عنده احتياجات خاصة عم بيعانوا لا يكفر فكيف نحن بهذه الظروف يعني يؤكد الاختصاصيون أن مصابي اضطراب التوحد لا يحتاجون للشفقة في حالاتهم كما تصورهم المسلسلات والبرامج اللبنانية بل إن المجتمع هو من يحتاج إلى التصقيف على التقبل والتكيف في عالم خاص تتميز فيه الدول المتطورة لتقديم الحقوق لأمثال هؤلاء الأطفال يغيب في لبنان أدنى إحصاء عن حالات التوحد إذ تقتصر الجهود المبذولة لمتابعتهم على الأهالي وبعض المدارس والمراكز الخاصة فيما يبقى مصير الفقراء منهم في مهب المجهول محمد الساحلي بيروت الميادين